هو أنا ممكن أستأذنك في حاجة؟ تأموريني أنا عايزة أخلي الحوار بإقاع المونتاج إيه رأيك؟ يعني نبقى بإقاع المونتاج حتى نأخد كل المحاور اللي في دماغي لأنه عندك مناطق كتيرة جداً وأنا حبقى طماعة أن أروح لكل المناطق دي فحكون أنا المونتير ينفع؟ ينفع جداً طبعا خليني أرجع كده يعني برضو مش هنعدي على ده يعني اليوم كنت بتودع شامسليم فنان الكبير يعني هذا الخبر الحزين يعني يمكن إنبارح كنا في المهرجان والفنانين كانوا في حالة من الإيجابية والاحتفاء بهذا المهرجان ولكن هذا الخبر الحقيقة كان يعني قاسي شوية وموجع في الصباح هو الفرحة اللي كانت موجودة عندي راحت تماماً واليوم بقى حزن وروحت المسجد صليت على الله يرحمه الله يرحمه صلينا العصر وصليت عليه وقعد تدعيله إن ربنا يرحمه يخفر له لأنه صديقه صديق غالي وعزيز وعشرة عمر وأنا عرفه من هو صغير هشام طبعاً هشام كان حد الله يرحمه الله يرحمه دوره في أرابيسك يعني لماذا اخترت هشام سليم في هذا الدور؟ حبي لي ورؤيتي إنه حيبقى لأنه كان مفروض هو وصلاح السعداني في خلافات دايماً طول الوقت في الدور يعني فكنت متصور إنه مفيش حد ممكن يعمل الدور ده زي هشام وعادنا تكلمنا كتير عادنا رغينا كتير أنا فيه صور كتير جداً فوتوغرافية اتنشرت لينا وهو احنا عادين بنرغي ونتكلم بتحضروا للشخصية نحضر للشخصية وهشام كان الوحيد اللي كان بييجي في المعاد ويتخانق عشان المعاد بيتأخر دايماً كان دقيق في موعيده هشام كان دايماً برده يعني إيه بيتهموه إنه هو يعني الراقي الأرستقراطي ولكن هو كان حريسه إنه يعمل كل الأدوار بالضبط كده ويغير وجهة النظر دي لا 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 ده كان حاجة عبقرية وعشاني دي تلعب قرية هشام بيختلف يقدر يتغير من شخصية لشخصية وتركبته دي يعني إحنا اتفقنا على أعمال كتير إن إحنا هنخش ندخل نكملها وكده ونشتغل فيها فيه ظروف حصلت لهشام لخبطة كده وقعد حكالي وحزنت إن إحنا مش قادرين نكمل الشغل بسبب اللي كان فيه هو على الرغم إن إحنا فعلاً كان فيه عمل محضرينه وندخلين نعمله وكده وقعدنا في المكتب عندي كلمنا في التفاصيل وكان سعيد جداً بالدور واختياري لي في هذه الشخصية والتركيبة بتاعتها لأن أنا عارف هشام شكله إيه ومثل شكله إيه ومثل قدير ولكن يبقى كل الأعمال لأي فنان هي الأخيرة هي المحطة الحلوة اللي بتفضل عند الناس يعني خليني أنقل الكلام لأنه كلام عن الشمس دي موجع وحنتوجع إحنا اللي اتنين ولكن أنا شايفة على الشاشة بعض المشاهد الحلوة لأرابسك